المعارك تقترب من الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية قوات البشمرق الكردية والقوات العراقية توصل التقدم على عدة محاور بهدف محاصرة الموصل التي تخضع لسيطرة داعش منذ أكثر من عامين وفي إطار الحملة العسكرية الأخيرة تمكنت القوات الكردية من طرد عناصر داعش من 12 قرية تقع في جنوب شرق الموصل تقسمت قواتنا على محورين المحور الأول تبدأ من الوردة وتنتهي بقرية كنهش والمحور الثاني تبدأ من راقم 304 باتجاه قرية قرقشة طول المسافة 22 كم تم تحرير 100 كم مربع الخطط العراقية لا تهدف إلى تحرير الموصل فقط وإنما أيضا إلى منع عناصر داعش من الهرب من أهم معقل لهم على الإطلاق لكن اقتحام مدينة تضم أكثر من مليون نسمة يضع القوات العراقية أمام تحديات غير مسبوقة تحسبا لحدوث كارثة إنسانية وإلى جانب ذلك توجه قيادة الجيش أيضا مصاعب سياسية ففي جلسة عاصفة لمجلس النواب العراقية اعتبر البرلمان أن أجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء استجوابه غير مقنعة الأمر الذي قد يعني إقالة وزير الدفاع لكن البرلمان وافق على تعيين خمسة وزراء جدد من أصل ثمانية اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي في خطوة يمكن اعتبارها دعما للعبادي الذي تعهد بالقضاء على داعش وتحرير الموصل قبل نهاية هذا العام غير أن تحقيق هذا الهدف لا يتطلب توفير المستلزمات العسكرية والسياسية فحسب وإنما أيضا مراعاة الحساسيات القومية والمذهبية لسكان الموصل وخاصة فيما يتعلق بمشاركة البشمرق الكردية والحشد الشعبي في المعركة المقبلة لتحرير المدينة ترجمة نانسي قنقر